ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء وحرارات حول معدلاتها المعتادة وتقس معتدل في أغلب المناطق والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء بحيث تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة ومائلة للحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة أما ليلا فتسود أجواء مائلة للبرودة خاصة في السهول الشرقية والمرتفعات الجبلية ويوصى خلال الفترة الممتدة ما بين الليل المتأخر حتى الصباح الباكر بارتداء معطف خفيف نظرا لبرودة الأجواء النسبية ويراقب المختصون هنا في مركز تقس العرب احتمالية تأثر المملكة ودول الجوار بأحوال جوية غير مستقرة ذلك اعتبارا من عشية يوم الخميس وخلال يوم الجمعة تتسبب هذه الحالة بحدوث تقلبات جوية ضمنها فرص خطول زخات رعدية من المطر في مناطق عشوائية من المملكة تتركتز جنوب المملكة وقد يكون هناك بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة نتمنى السلامة للجميع في حالة أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري المترجم للقناة